اهلا بكم مفتاعة مطبخ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد هنعمل مع بعض النوتلا ومش بتسيح في السندوتشات ومش هستعمل اي زيت اي سمنة اي دهون خالص وزي ما انتو شايفين كده ده قوامها بعد ساعة في التلاجة ولما قعدت اكتر تقلت كمان اكتر وينفع ولدك يغضوها سندوتشات زي ما قلتلك ان هي مش بتسيح ابدا يلا بينا نشوفها عملنا هزا هنا معي نص كباية من الميا وهي عليها كباية الا ربع من السكر يعني تلات تربع كباية سكر وممكن تحطي نسكة فيه بالبندق او ببديل يعني لي بس بتعم البندق او ريحة البندق زي ما انا حطيت كده تحطيه دوب نقطتين عشان كل ما بتكتر كل ما بتغير الطعب هبتدي اضرب كده في الخلاط في الكبة بالهند بلندر لحد ما السكر ما يدوب وهنزل عليهم بنص كباية لبن بودرة واضرب برضو لحد ما اللبن بودرة يدوب هنا بقى مقدار الكاكاو حسب نوع الكاكاو بتاعك يعني ممكن تحطي نص كباية الاول وتشوفي لو تقلت خالص ما تزوديش تاني عايزة تقليها اكتر حطي اكتر انا هنا حطيت كباية لربع من الكاكاو ده اسباني غامئ عشان كده عاطينا اللون الاسود ده بفضل اضرب برضو لحد ما يدوب كده وسط المكونات بتاعتي هنا بقى المكون اللي هيربط الكلام ده كله بسكوت سادة باكو بسكوت من اللي هو بخمسة جنيدة او نص كباية بسكوت مطحون يعني لو عندك بسكوت كده اطحاني ويمقدار نص كباية هنزل بقى بالبسكوت وهدي ضربتين بس كده بالهند بلندر وبعدين هقلب بالاسباتشي لكده وخلاص كده الشوكولاتة بتاعتي بقت جاهزة ولا هنحط الزيت ولا سمنة ولا اي حاجة شوفوا قوامها بيكون كده خفيف شوية وبعدين هدخلها التلاجة ساعة ساعتين ساعة وهوريكم قوامها بس هي كل ما بتقعد كل ما بتتقل كمان اكتر دي كانت تجربة الاول مرة بصراحة تجربة يعني تعمى حل وقوي بس تكلفتها برضو مكلفة مش رخيصة لو حسبت تكلفة هتلاقيها بتكلف ومطلعة مقدار البرتمان اللي شفتوه الاول الفيديو يا رب النهاردة الوصفة تكون عجبتكم باي باي